سلام عليكم سرطان الجلد من أشهر أنواع السرطان وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2021 الأطباء شخصوا أكتر من 207 ألف حالة جلدهم مصاب بالسرطان ومن بين كل خمس أفراد فوق سن السبعين سنة هتلاقي فرد جلده مصاب بالسرطان وصرطان الجلد بيحصل بشكل أساسي بسبب التعرض لأشعة الشمس الفطرات طويلة لأنها بتحتوع لأشعة فوق بنفسجية مضرة جدا وصرطان الجلد ما بيظهرش مرة واحدة ولا بشكل مفاجئ بياخد وقت الحد ما ينمو وبالتالي الشخص بيبدأ يلاحظه أو بيشعر بألم وحكة في مكان ظهور البقعة الجديدة وعملية النمو دي ممكن تاخد حوالي 14 يوم وعندنا 3 أنواع من صرطان الجلد لازم نفرق ما بينهم رقم واحد وهو صرطان الخلايا القاعدية النوع ده غالبا بيظهر على الوجه والأذن والرقبة وبيكون عبارة عن نتوء صغير شبه اللقلقه والملمس بتاعه بيكون ناعم أو شمعي وممكن إنه ينزف طلقائيا من غير محد يلمسه ثاني نوع وهو صرطان الخلايا الحرفشية وده بيظهر على شكل عقدة لونها أحمر وصلبة وبيكون ملمسها خشن وبيكون عليها زي نظام إشرة من برة وبيتكون مؤلمة جدا وممكن يحصل فيها نزيف رقم 3 وهو صرطان الميلانومة وده أهم وأخطر نوع فيهم لأنه بينمو بصرعة كبيرة وبينتشر للغدد اللينفوية وممكن يصيب الأعضاء الداخلية وصرطان الميلانومة شكله بيكون مختلف عن الأنواع التانية بيكون لونه بني أو اسود وشكله أو حوافه غير منتظمة وغالبا بينمو من المكان اللي فيه وحمة وممكن برضو ينمو من مكان الجلد الطبيعي ونصيحة أخيرة لو ظهر أي نتوء أو تغير في لون جلدك وظنيت إنها ممكن تكون لضغط حشرة أو حباية عادية فلو استمرت أكتر من 30 يوم فلازم أن تزور الدكتور علشان يفحصها ويتأكد إنها مش كانسر ويديك العلاج المناسب لها